ملنموه ده بالطريقة ديه معنى ان هو المليون كل سنة برضه مش كده دكتور طب هلأ احنا هنقدر نوفر نولد في قرص عمل لمثلا لغاية 2030 8 سنين يعني 8 مليون يعني انا بقولكو بس كده اذا كان المصنع الواحد اللي ممكن يعني نقول ان هو عشان بس في نس كتير يقولك ايه مبتعملوش مصانع ليه ده شغالين فيه هنا لما بيجي نتكلم على قطاعات بتشوفوها الدولة مستيبة قطاع يعني ما بتشتغلش فيه على الدكتور مصفى بيقولي بس الفكرة انت يمكن بتمس قطاع بنفسك يعني يعني مثلا يقولك ايه انتوا مهتمين او انا الكلام ده قلته قبل كده يعني بالطرق الكباري يا سيدي انت بس اك منك شفت الطرق الكباري اك منك انت بتمشي عليها لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعة انت ما بتشوفوش لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده انا بتكلم اللي احنا بنعمله زيادة يعني الدكتورة لسه بتقول هنا 250 الف فدان هيدخلوا للزراعة الامح السنة دي عن السنة اللي فاتت المفروض كانوا ربعمائة الف مش كده محمد كانوا كام ربعمائة والسنة الجاية تلاتة عشرين يوصلوا مثلا لمليون لو احنا نجحنا لو احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله ده بعيد عن الرقعة القديمة بيدين عن الدلتة دكتور مصطفى احنا بنتكلم هنا على الدلتة الدلتة الجديدة وبنتكلم على تشكة وشارع عينات معناها ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان معناها في زرعة واحدة هدخل من اتنين ونصر لثلاتة مليون طن حسب قدرتنا في الزراعة فانا عايز اقول ايه ان في القطاعات المختلفة الدولة شغالة فيها كلها مش غفل يعني لا تخفى القطاع لا تخفى القطاع اتصالات تعليم صحة صناعة زراعة مفيش قطاع احنا سايبينه بس وانا مش هقول ان الاعلام ما بيغطيش ده فمن فضلك وغطو كويس لا مش هقول كده لكن انا بقول للناس ما ما تتعودوش ترددو اللي بيتقلوكو يتريملكو كده فانتو تاخدوه تقولوه لا مع الوضع في الاعتبار ان البيانات دي كلها متاحة برضو على موقع مجلس الوزراء وعلى الوزرات المختلفة يعني لو دخلت على النقل اللي حتشوف دخلت على الكهرباء حتشوف دخلت على الزراعة حتشوف او على الموقع بتاع رئيس الجمهورية توقفوا كتير قوي على اننا كدولة نوفر مليون فرصة عمل سنويا زيادة عن دلوقتي ازاي وبكام ده احنا بيش بنخوف بعض احنا بيش بنخوف بعض ولما انا طلبت من الدكتورة هلا ما هما بيعودوا يخوفون انا بيجولي في المكتب هو دكتور مصطفى يخوفون انا طب قلت لها طب ما تخوف الناس انت جاية بتقولي المحاضرة دي للناس احنا ما بنخافش عارفين ليه ما بنخافش اولا عشان معانا ربنا وان ده اقصى حاجة ممكن نعملها ثم ودي كلام مش مجابلة معانا ناس في مصر حريصة على بلده مش بتكلم على مسؤولين كل انسان في مصر مسؤول انا بتكلم على المصريين بس احنا بنحطكوا في الصورة يا مصريين عشان تعرفوا ان احنا بنحاول نخافش بالامكانات اللي موجودة عندنا وزي ما الدكتورة قالت كده تلات سنين دلوقتي تلات سنين سنتين كورونا الدنيا تلخبطت فيها خالص واحنا كنا متمسكين والسنة خلصت خلاص احنا خلنا في 12 بتاعت الازمة الروسية واحنا برضو الحمد لله متمسكين ولازم تكونوا متأكدين ان ربنا معانا وما تخافينش تلات دكتورة قالت شكرا جديد شكرا جديد